رجل صالح يعمل مديرا لأحد المدارس الثانوية وكانت زوجته تعمل معه في نفس المدرسة وكان لهما طفلة عمرها أربعة أعوام وقد استعان الزوجان بخادمة في الثانية عشرة من عمرها وهي ابنة حارس المدرسة والذي كان لا يصلي وفي يوم اعتدى طالب من أسرة ثرية على طالب من المدرسة وأصابه وعندما علم المعلم قام المدير بطرد الطالب وقرر فصله فتدخل والد الطالب الثري ليعدل المدير عن قراره إلا أن المدير أصر على موقفه وذكر الثرية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم بعد هذا الموقف بيوم عادت الأم إلى المنزل فلم تجد طفلتها وعندما سألت الخادمة عنها أكدت أنها كانت معها منذ لحظات فبحثت الأم عنها بالمنزل فلم تجدها وحين وصل الأب وعلم باختفاء ابنته أخبر الشرطة بغياب ابنته استدعى رجال الشرطة الخادمة التي كانت الأسرة تثق فيها تماما فالأب يعاملها كما كان يعامل طفلته كما كانت الأم تعاملها كأنها واحدة منهم وبالرغم من تبريئة الوالدين للخادمة أصر رجال الشرطة على حبسها وإعادة التحقيق معها وقاموا بتهديدها بالسجن إن لم تقل الحقيقة فاعترفت بأنها من سلمت الطفلة للثري وأن والدها هو من طلب منها هذا تم القبض على والد الخادمة الذي أنكر ما قالته ابنته وفي المساء اقتحم رجال الشرطة منزل الثري وعثروا على الطفلة وقال والد الطالب أنه فعل ذلك ليهدد المدير كي لا يفصل ابنه ولم يذكر اسم حارس المدرسة حتى يستفيد منه في خدمات أخرى وكان قد أعطاه مبلغا كبيرا لتنفيذ خطته تنازل الأب عن حقه حتى لا يتم معاقبة الخادمة الصغيرة وفوض الأمر لله وقد فرح الحارس بالمبلغ الذي أخذه واحتفل ببراءته وبعد أيام تكاثرت الأمراض على دسده وأنفق على علاجه الأموال التي أخذها من الثري ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمة نانسي قنقر